بسم الله الرحمن الرحيم تخرج ضفعة جديدة من الدار النهاردة تخرج ضفعة تانية من دار فرجمان القرآن يعني معنا مواهب جميلة هنسمعها وهنتعرف عليها وإن شاء الله تكون حلقة جميلة تنال إعجاب حضرتكم اسمحونا في البداية الرحب بالشيخ محمد فرحات أهلا وسهلا بحضرتكم أهلا وسهلا بحضرتكم كل سلام حضرتكم طيب يعني ما شاء الله كل فترة كده بنلاقي مواهب تتخرج من دار فرجمان القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى أهلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبنا من الله سبحانه وتعالى ببركة هذا القرآن أن يرنا هذه السمار بفضل الله فأكرمنا الله سبحانه وتعالى عز وجل تعريب بسيط في البداية كان معنا في الموسم الأول كان معنا ملك من حمل الكتاب الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن في سنة ونصف كان معنا فاطمة رضا اللي هي طبعا اللي قلنا عليه مجزة حفظ القرآن في أربع شهور كان معنى بفضل الله طبعا يطلع من الأوائل سعد كان معنى بعد كده في الحلقة اللي بعدها إيامان محمد سيف سنتين وخاطب من القرآن الكريم بفضل الله كان معنى منا منسعاد بفضل الله وكانت من حمل الكتاب الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الطالب نهضع معنى حاجة من خطب ده المجتمع كله بفضل الله سبحانه وتعالى معنى الأول رفايدة محمود ومعنى بفضل الله نورهان إبراهيم ومعنى زياد سعيد طب خدنا كل واحد لوحدي كده مثلا وقلنا رفايدة دي أخبارها أو نظامها إيه رفايدة كالقاتل قلنا إن إحنا نخاطب الأطفال اللي هم الصغيرين اللي أولياء الأمور بيجي يعلمهم حاجة معينة ويجي وقل مثلا إيه لا إحنا القرآن الكريم هنجل شوية لا النبي صلى الله عليه وسلم قال علمهم على سابع وضربهم على عشر الكلام ده كله فأصبح من سن يوم لحد سبع سنين الأب أو الأم لا تحاسب الطفل أو طفلة على عمل أو ما في تدريب على الصلاة إلا في سن معين فبدأنا مع السنة ده فضل الله سبحانه وتعالى في فترة وجيزة جدا بدأت حفظت أربع تجزاء ودخل على الخامس بفضل الله سبحانه وتعالى في فترة وجيزة ما شاء الله هي كم سنة رفايدة هي سبع سنة ونصف فضل الله سبحانه وتعالى أكرمها الله سبحانه وتعالى طبعا والدها كان لفضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى في حاجة زي كده اكتهدت اكتهدت ممكن شوية موعل مثلها كمثل أي طفلة لعبة شوية بتاع الدماغ تشرت شوية عن منطقة الإطار العلمي وكده ومع ذلك بفضل الله مع الجهد والجهد وكمان كان بيداخد أداة بإسلامية فبدأت هي دلوقتي لما شافت طبعا زميلة بيتكرموا ازاي وكده قالت إن شاء الله بإذن الله أنا مش هيعد علي رمضان اللي جاي إلا وختم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا يوفاها إن شاء الله بنسبة نرهان نرهان ختمت القرآن الكريم في 8 شهر ونرهان طبعا من أولى الطلاب اللي هما طبعا كان عندهم لقاءاتها بكده على نار الفاميل وكذا قناة فضلية بفضل الله وطبعا طلعت من أوائل الثالثة السنة والسنة للفائل دلوقتي فلسة السنة بفضل الله دي يعتبر من أوائل إعدادية أصدقى أوائل إعدادية أصدقى دي يعتبر من أكتر الطلبة المكتهدين عندي بفضل الله سبحانه وتعالى من نهاية محمد موقع ناخد رسالة من تجربة نرهان إن الدراسة بتأثرش على حفظ القرآن الكريم عمرها ما كنت بتأثر بالعكس إحنا إنت في نهاية الحلقة اللي قابل الحلقة اللي قابل الأخيرة من السيزن اللي فات حضرت في آخر حاجة قلت إيه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الأخيرة فعليه بالقرآن ومن أراد وما معهم فعليه بالقرآن حديث ذا حضرتك أنا كنت بشتغل معهم في تفسير وفي معناه تمام فالطالبة نفسهم مجي عندهم جهد في فضل الله المثال الأول ده إحنا بنخاط بالأطفال المثال التاني نرهان بنقول لكل بنت من أول سنة عددية هو طالعة تمام انتوا دلوقتي في تجربة في حياتكم وموجودين في الدنيا لفترة بسيطة مش موجودين للعب ولا له ولا أي حاجة تمام النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بإن في الإسلام فسحة ولكن العمر الكله ليس فسحة دلوقتي في عواصف وفي أمطار وفي كذا وفي كذا الناشى نفسها بحاجة زي كده أحوالنا الناشى نفسها بأحوالنا الناشى نفسه بالأطار اللي حوالينا ولكن إحنا ما خلقنا لهذا لكن الإنسان لو ركزوا واتخالع ليه الله سبحانه وتعالى يديه لهم الله قال وما خلطت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى أحنا عنينا العبادة أي حاجة تحصل تاني مش تفعنا مش بتاعدنا دعا لله سبحانه وتعالى إذن إحنا مش ضد الترفيه بس إحنا بنقول إن الترفيه ده جزء من الحياة مش هو الحياة كلها وليس الحياة كلها شوية وهنقف بين إيدينا ربنا سبحانه وتعالى ويسألنا من ربك ومدينك ومن رجل الذي يبعث فيك عملة زي طالب الأستاذ جاء اداله اداله كده الإجابة بتاعت الامتحان بتاعت السنوية أو أي حاجة وقال له إن شاء الله هي دي الإجابة أو الأسئلة اللي هجي لك فالطالب ما ذكر شوية لأي حاجة فدخل هو نسي الأستاذ قال له إيه وبتاعه كذلك الأمر إحنا نسينا حياتنا ونسينا كل حاجة ونسينا الكنزة لفدان القرآن الكريم فبننزل تحت معنا من ربك ومدينك ومن رجل الذي يبعث فيك لكن محدش عارف أي حاجة في أي حاجة تحت فتلاقي في الدنيا خسران وفي الآخرة خسران وعند السقارات خسران ومع ذلك إذا الإنسان انتبع عندنا موجود في القرآن بتثبتوا الله الذين آمنوا بالقول السبب في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين وأكبر ظلم للإنسان يحرم نفسه والعياذه ويحرم نفسه من طاعة الله سبحانه وتعالى أموزج الثالث زياد إحنا هنا طبعا يمكن الله يحفظ قدري كبير من القرآن بس هنا ناخد بقى الحتة اللي هي إيه بتاعت المواهم تمثل فيه موهبة الإنشاد إن لم يكن صوته طبعا اللي هو الحاجة المطلوبة اللي هو الحاجة الأكاديمية الإزاعية لكن هو بالنسبة لسنه يعتبر موهبة بالنسبة لسه في البدايات فإحنا لازم نشجعه وندعمه بشكل كبير مش لازم يكون هو الطب في المستوى حتى لو هو حاجة بسيطة ولكن بعد كده من تشجيع من حاجة فضائية زي كده ومن منبر إعلام زي كده ومن داره ومن الوالد والوالدة ومن محفظ قرآن ومن مثلا منظمة معينة تتبنى هذا هو بيبدأ بعد كده يتطور نفسه ويبقى بعد كده نجمل الناس كلها بفضل الله تستفيد منه بفضل الله سبحانه وتعالى طيب خلونا بقى نبدأ مع رفايدة رفايدة أقول لي بقى أنت كم سنة طيب هتقرأي من صورتين إن شاء الله مرسلين ماشي تفضل ومشاهدين ومشاهدين ونشرات نشرى فالفارقات فرقى فالملقيات ذكرى نزرا أو نزرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أكتت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإذا يوم إذن للمكذبين صدق الله العظيم لأي يوم أجلت ليوم الفصل صدق الله العظيم يعني السن الصور ده برضو بيحتاج نوع معين من التربية أو التقويم هو طبعا يمكن ننازل بقيتها مستغربة طيب ممكن حتى ما لدتش بسم الله الرحمن الرحيم في البداية حتى لا يا أخوانا والله الحاجات الصغيرة اللي زي دي اللي بسببها ربنا سبحانه وتعالى نزل الخيرات والبركات على الأرض لما الأم في البيت أو الأب في البيت أو الشاب اللي هو متزوج عند أولاد أو الموهب أو الشاب الموهب نفسها لتطلع هنا متزوجة القرائب والزوجين لما يلوه مثلا حاجة زي كده هي من الصوت ولكن يلوه الهمة دي عندنا طبعا في صورة العنكبوت أيتين في الآخر والذين جاهدوا فينا لنهدينا ونسروا لنا آية رقم 6 ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه هي جاهدة بفضل الله سبحانه وتعالى الله بيمين مع الله وبكلمة لما احنا نشوف نموذج صغيرة زي ده حتى لو قدر يبسيط من الحاجة اللي هو ألا إنما ممكن بسبب حاجة زي كده ربنا سبحانه وتعالى يفتح تمام الأطفال أولياء الأمور يجي عندهم حتة غيرة شوية لا تبعنا ليه ابن ما يبقاش كده أولا هي التنافسية يعني مش نسمعها الغيرة هي التنافسية بمعنى أصح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بالضبط في الخيرات دي طيب خلونا بقى نروح للنرهان يعني ما شاء الله أنا موذج طيب جدا في الدراسة ما شاء الله وفي القرآن الكريم ما شاء الله عليك يعني عايز أعرف بس زي كنت بتنظامي الوقت بقى بين الدراسة وحفظ القرآن الكريم طبعا الدراسة كان مجال الدنياوي يعني فأنا كنت بوفق الوقت كالآتي المذاكرة العادية خالص بس كانت آخر نص ساعة كنت بخلها للقرآن فكنت حفظي يعني أول حاجة بتدبر حفظ القرآن وبعدين يعني رتبه في النغيان وبعدين أبدأ أحفظ عادي فكان بالنسبة لها ما كانت بأثر على الدراسة بشكل لا فكان بالنسبة لها الحفظ سهل جدا يعني أنا كنت بعملها أخر نص ساعة يعني أتبر في اليوم بتاعي حفظت القرآن الكريم في قد دي بقى 8 شهور ما شاء الله بدأت كنت في سنة كام كنت يعني كنت في تاني عددي بس طبعا بقى في ظروف حصلت في قاعدت فترة وكده ما شاء الله عليك طبعا من ننساش أن نورهان في الأول كان الموضوع زيها زي أي بنت اللي هو إيه هروح أجرب بالزبط كمس لها كأي أمزة هروح أجرب جات العملية كانت شوية أول أدابة إسلامية تاني أدابة إسلامية ليتهم أمه من حالهية ومجموعة معاها كل المجموعات منا طبعا اللي كانت معانا قبل كده كان برضوا معاها بدأوا أن أمه يسألوا طيب تبيدينا الخطة اللي هي نحفظ بها كتاب ربنا سبحانه وتعالى في أسرع وقت ومع السرعة دي مش كروتة مع السرعة تضبوا اللايات اللي هي سبحانه وتعالى تعليم منهك تعليمي مش مبارا بحبس كان يوجي يسألوا وانا يتصلوا علي في أي وقت احنا دلوقتي وصلنا للآية الفلانية الآية دي احنا عاوزين قبل ما نحفظها طب احنا عاوزين نعرف معناها ايه بيتقول ايه طيب المشايخ تكلموا عنها ازاي طيب هل المفسرين كان لهم رأيه في حاجة زي كده كان بدأ الحوار من كده فبالتالي كان عندهم مساحة ان هم يحفظوا قدر كبير بفضل الله سبحانه وتعالى ما كانش عندهم مشكلة طيب خلونا نسمع بقى آيات كده من النور حيانا هتسمعين ايه صورت ألام رون جزء منه ماشي تفضل اعوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو كتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله يفتع لك يعني ما شاء الله برضو الأولاد في السن الصغير ده وفي مراحل مختلفة بنلاقي في طفرة ضربة تعملها كنت قلت حاجة قبل كده وبعدين دي الآن برضو بعيدها كان أحد العلماء الكبار من العلماء الهند لما رحل اليابان عشان يعمل من المنظرات نظام دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فسروا واحد الناس يقولون لها تعمل كده ليه قال له يا فلان ربنا سبحانه وتعالي يأي أنت ذهبت إلى بلاد اليابان لما لم تدعو إلى الله سبحانه وتعالى فانا قدت الموضوع نظام دعوة نظام دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بقولت مثلا دول أنا مش أشتغل عليهم كأشخاص إنما أشتغل عليهم عشان أصدرهم اللي بره يحتز بيهم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هو مش مجرد نموذج هو نموذج عايزه كمان يقصر في المجتمع ويقتضي بي الأولاد اللي في سنهم احنا دلوقتي في قرية القرية دي فنفرض إنه رفايدة مثلا في شارع الشارع دوت فيه عدد من البيوت لما مثلا الأم تشوف رفايدة ما شاء الله مكتهلة جدا جدا الأم دي والأم دي والأم دي كلهم هيجي عندهم حط التنافس فبالتالي هيجيروا مثلا من رفايدة في الخير فالشارع كلها هيتأثر بها الشارع كلها بإسم الله ما شاء الله عليه كذلك القرية كلها فضل الله سبحانه وتعالى بنا ممكن واحد بس يأثر في قرية وممكن بسبب واحد بس يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يرحم القرية كلها ويدخل الجنة بسبب واحد طيب بالنسبة للزياد بدأ معك إمتى بالنسبة للزياد هو بدأ معايا من قريب بس فيدخوله معايا ما تولش معايا تدخلوا كان بيقرأ كده في مرة بعدين مولى فأنا أنا بقرأ معهم هدون حتة كده فالإيته هو رد تمام فالتمست عنده حتة اللي هي المهبت الصوت بدأت إن أنا بفضل الله أقعد معاه مرة بـ 8 و 3 هو حافظ كم جزء زياد هو زياد لسه في الجزء الثالث ولكن برضو لقيته بقولي إن شاء الله بإذن الله أنا في أقرب فرصة مش يعد علي شهر سبعة اللي جاي بفضل الله إلا وانا خاتم القرآن كل النمازج اللي موجودة حطين سأف بس هو زياد بيتماز أكتر بالصوت بيتماز أكتر بالصوت طيب زياد بقى تسمعنا بقى القرآن ولا إن شاد ماشي تفضل قمرون 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 سدنا النبي قمرون وجميل 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 سدنا النبي وجميل قمرون 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 سدنا النبي قمرون قمرون وجميل 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 سدنا النبي وجميل وجميل وكفل مصطفى كالورد نادي الله الله وعثه يبقى إذا مست آياتي الله الله وكفه مصطفى كالورد نادي الله الله وعثه يبقى إذا مست آياتي الله الله وعما نوانوها كل العباد وعما نوانوها كل العباد وعما نوانوها كل العباد حميم الله يا خير البارى يا قمرون 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 سدن النبي قمرون وجميل 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 سدن النبي وجميل الله عليك يا زاد يعني طبعا يا سبحانه المواهب وإن كانت جميلة فطبعا أنت مستمر معه عشان تنامي المواهب أكتر من كده لازم ده ندير سالة وربنا سبحانه وتعالى استخلفني على حاجة زي كده فلكن لازم أكون قد المسؤولية لربنا سبحانه وتعالى حطنا فكذلك وصية لولي الأمر للأم اللي في البيت وللأب اللي في البيت طفل الصغير بيتأثر بالكبير أو الصغير أنا واحد من الناس أنا عندي بنت رفايدة سنتين واربع شهور بفضل الله سبحانه وتعالى عز وجل عجل ما تنام مات التاح إلا على صوت الشيخ مصطفى إسماعيل وحفلات الشيخ مصطفى إسماعيل سنتين لسه واربع شهور وتقول لهم وتقول لهم نفس الحركات بتاع الشيخ مصطفى إسماعيل تمام متأثرة بشكل كبير متأثرة السن السن قد الناس بتقول لا السن ده مش مطلوب منه أنه يتعلم لا ده بالعكس ده هو أفضل سن هو يتعلم حتى لو سماعي حتى لو سماعي ده بعد كده لما يطلع أنت ما تخافش عليه بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيديله بقى من الملكات وبسبب هؤلاء المجتمع كله المجتمع ده وبهر عن صورة من الصورة وصاد الناس لا فيه ربنا سبحانه وتعالى فيه ملائكة تمام ربنا بيباهي بنا الملائكة النماذج دي لما ربنا سبحانه وتعالى بيشوفها ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بالنماذج دي الملائكة قبل ما نكون كويسين في عين الناس والناس كلها تتأثر بنا كذلك الملائكة بيقول لها تأثرات وتأثرات الملائكة اللهم نخفر لهم اللهم ارحمهم لكل من شارك في هذا العمل الخير بفضل الله سبحانه وتعالى وزي ما حالك قلت أن الأسرة طبعا لها دور كبير وهي بتفرق بشكل كبير جدا في دربية الأولاد طبعا الدار بيبقى مثلا 40% وبعدين بتزود عليها 20% نظام الأدعاب الإسلامية 10% المراقبة من الدار 30% للأسرة والبيت وال30% ده حاجة مش قليلة حاجة كبيرة الناس ما تسألش 30% لأن ال30% دول لو ما كملوش 70% يبقى 70% ولا لهم أي لازمة بالضبط طيب الفكرة الجميلة دي بقى لو نختمها ببتال مع حضرتك كده ممكن تمتعنا بإن شاء الله ماشي تفضل المايك ممتعنا بميصر إن شاء الله ماشي تفضل يا رب يا رب يا رب سلم ممتعنا بميصر دوما وراءها يا رب يا رب يا رب يا رب سلم ميصر دوما وراءها إما السهاد اشتركوا في القناة والتيم والزيتون والطول الذي قد خر موسى عنده لما رأى اللهم صلي وسلم وبارك علي اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم القارق والمبتهل والمربي والمعلم محمد فرحات بشكرك شكرا جزيلا يعني بجد صوت رائع والنمازج اللي حرارة بتقدمها المجتمع نمازج أكثر من رائعة ربنا يا برس ربنا يا حرارة ان شاء الله أنا بشكر طبعا زياد سعيد شكرا جزيلا وبشكر نورهان إبراهيم وبشكر البنوتة الجميلة رفايدة محمود شكرا جزيلا لكم ونتمنى نشوف مواهب كتير جدا تتخرج من درش بوان ترجوان الكران إن شاء الله هنطلع لفاصل ويرجع لستكمل بقى فقراتنا خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر اهلا بحرككم مرة تانية والفقرة التانية والأخيرة من نغم الروح ودايما نمسك الختام مع أهل الكرآن معنا في الفقرة التانية القارق محمود حسن غنيب أهلا وسهلا بحضرتك تفضل لمسك الماء أهلا بحضرتك أهلا بك فانت منين يا شيخ محمود من الشرقية أهلا وسهلا بحضرتك ربنا خليه ومعنا القارق حازم عرفة جودة أهلا بك شيخ حازم أهلا بحضرتك منين يا شيخ حازم محافظة بانسوير أهلا وسهلا بك لو نبدأ الفقرة دية مع الشيخ محمود حسن غنيب يعني من قراء المتميزين لما سمعتك بالهوى ما شاء الله خمس صوتية جيدة فعلا فلو حبيب أن نستهل الفقرة دية بقية من الزكر الحكيمة تمتع كل جمهورك النهاردة به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا ويخشونه ولا يخشون أحدا من الرجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبينا وكان الله بكل شيء عليم وخاتم النبينا وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمة تحييتهم من يوم يلقونه سلام سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله يفت عليك يا مولانا يعني يعني ما شاء الله من الأصوات الجميلة ومن الخامات الصوتية الجيدة تفضل يمسك المايك يعني أكيد الأسرة كان لها دور معاك برضو طبعا الأسرة كان لها دور طبعا البداية كانت منين بقى البداية دخلت الأزهر الشريف وحفظت القرآن الكريم كاملا وأنا فتلت أعداد ختمت القرآن وأنا فتلت أعداد في حد بقى جاء لك في مرة كده أنت صوتك كويس فلازم تبقى قار آآ ناس كتير أعدت لي ومنهم لما كنت بدرس مع الشيخ عبد العظيم عليها قال لي يكمل يا ابني ان شاء الله هتكون حاجة كويسة بإذن الله وانت فعل حاجة كويسة جدا ربنا يبارك الحضرتك كمان طينا بقى نروح للشيخ حازم عرفة برضو من الأصوات الجميلة بس الشيخ حازم نهاردة هادئ شوية مش عارف ليه طيب شيخ حازم يقول أنت كم سنة؟ تفضل للمسك الماء 19 سنة 19 سنة طيب بدأت مع الكرآن الكريم وانت كنت كم سنة في الأول؟ 15 انت لسه بدأ قريب يعني انت أصلا مش أزهري لا مش أزهري لكن حافظت الكرآن الكريم كامل ولا لسه بتحفظه؟ لا أنا لسه بأكتامل في الحفظ بإذن المولى عز وجل لكن المهبة هي اللي مشجعك بشكل كبير أنك تستمر في طريق الكرآن الكريم أحب أحب الإبتالات الدينية والتوشيح وأحب قراءة الكرآن الكريم طيب هتقرأ النهار ده أقرأ كرآن ولا أبتهي لا نبدأ بالكرآن أنا أقرأ إن شاء الله من أواخر سورة البقرة ماشي تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماعات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تحوه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تحوه هو يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعزب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسمه وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك وفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ويرفع الأذان الشيخ حازم عرفة جودة وفرانك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب خلونا بقى نروح للشيخ محمود حسن غنيم يعني زي ما قامتنا كده في القرآن الكريم في قرآن الكريم تنفعنا أيضا في الإبتهل إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا أَفْوَكَ وَرِضَاكَ يَا رَبِّ وَحُسْنَ لِقَاكَ اللهم اغفر ذنوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وانصرنا على أعدائنا يا رب اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب سيدي يا رسول الله يا خير الوراء سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا خير الوراء يا من بعثت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن يا رسول الله يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق لرؤياك يا غادياً يا غادياً نحو الحبيب عساكا يا غادياً نحو الحبيب عساكا تتلو السلام إن وصلت هناك سلم على حبيبي ونور قلبي فهو شفاء من الأمراضي سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله يفتع عليك بجد يعني حنجرة قوية جداً ما شاء الله عليك طيب ختم فاكرتنا بقى يعني يا ريت بقى الشيخ حازم يدعي لنا دعاء ممكن تدعي لنا بايه ماشي تفضل بسم الله بسم الله جسد تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه بسم الله 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 الله إن الله لا يخزي أو كيف يخزي الكريم وحبه في قلبي ومديحه في بي أكثر عليه من الصلاة فإنها ينور قبرك عندما تأتي سيدي جميل ولو جبين يفوح مسكا يفوح خردا والبدر يفو من نور محمد صلاة وسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المبتهل والقارئ حازم عرف حقودة بشكرك شكرا جزيلا إن شاء الله ليك مستقبل كبير إن شاء الله في عالم الكرآن وعالم إن شاء الله بشكر القارئ والمبتهل محمود حسن غنيم شكرا جزيلا بجد أسعدتونا وأمتعتونا ونورتونا في برنامج نغم الروح شكرا جزيلا لحضرتكم خلصت فكرتنا وخلصت حلقتنا استنونا كل 3 و 14 صباحا مستمرين معاك ونغم الروح السلام عليكم